خلال الاجتماع الأول للمنصة الوطنية لتتبع ومراقبة الامتثال للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي شدد وزير الشباب ورياضة سيد رشيد الطلب العالمي على ضرورة إشراك كافة القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مكافحة المنشطات للحد من هذه الظاهرة هذا الاجتماع التنصيقي الذي حضره ممثل القطاعات الحكومية المتدخلة في المشال يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تأمين بيئة رياضية تتسم بالنزاهة والإنصاف لجميع الرياضيين من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية نجتمع اليوم لاستكمال العمل الذي بدأناه بالوزارة في مجال مكافحة المنشطات اجتزنا عدة محطات منذ العام 2009 واجتماع اليوم لقاء أولي بالنظر إلى المستوى المتطور الذي بلغه المغرب في المجال وأسعداء بمشاركة مختلف المتدخلين في مجال مكافحة المنشطات حيث نقشنا كل ما يتعلق بإحداث منصة للتبادل بين القطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالمجال في المغرب وزير الشباب ورياضة نوها خلال هذا الاجتماع بالدور الذي تطلع به المنصة الوطنية كألية للتنسيق ولتوحيد الجهود لمعالجة ظاهرة المنشطات كما ذكر بجهود المملكة على مستوى تخليق الممارسة الرياضية وتعزيزا لسياستها التي تساهم في حماية صورتها في المنافسة الوطنية والدولية وسمعة الرياضين خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على مواكبة مشروع مكافحة المنشطات الذي بلغ فيه المغرب بكل مؤسساته مراحل متقدمة في انتظار خروج الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات إلى الوجود والتي ستعطي إضافة مهمة للمجهودات المذولة في هذا المجال سواء على مستوى وزارة الشباب والرياضة أو القطاعات الحكومية المعنية الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي تهدف في إطار استراتيجية اليونيسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة إلى تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليها